أكدت لجنة العفو الرئاسي استمرار جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة جاء ذلك عقب الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا على دمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب وتوجهت اللجنة بالتحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على جهودهم المبدولة في هذا الملف كما توجهت بشكر إلى القوى السياسية والحزبية التي تتعاون معها وتساهم في إنجاح عملها